وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز بوقوف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان على وصلة طريق المؤدي إلى مركز عذفاء الذي شهد وقوع حادث مروري أدى لوفاة مواطنين وإصابة آخرين مؤكدا إجراء التعديلات المناسبة للمنحنيات بتوسعة الأكتاف فيها ولفت المهندس الشرعان إلى أن هذا الطريق غير مهيئ بالأساس وغير معتمد لمرور المركبات الخاصة إذ إنه مخصص لمكب نفايات وسيتم البدء بإجراء التعديلات وفق توجيه أمير المنطقة